تباصلت الاحتجاجات الشعبية في إيران في ظل استمرار سياسة القمع والترهيب التي تتبعها قوات الأمن الإيرانية وشملت عمليات المواجهة بين المتظاهرين وقوات الأمن اعتقالات تعسفية واسعة طالت العشرات من الشباب والنساء الذين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية والفساد المتفشي في مفاصل البلاد وأكد المحتجون إصرارهم على ضرورة تغيير سياسات النظام العنصرية والظالمة التي همشت الأقليات العرقية والدينية في المجتمع وبدورها طالبت المنظمات الحقوقية والدولية بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يتعرضون للتعذيب في سجون النظام كما أكدت منظمة مجاهد خلق أن النظام الإيراني يسعى إلى طمس هوية العديد من الأقليات الدينية والعرقية والاستهزاء بهم وبمعتقداتهم وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء المواطنين في الأحواز وغيرها من المناطق التي يمارس فيها النظام جرائمه المرفوضة